أهلا بحضراتكو في فقرتنا الأسبوعية كتب خانة اللي بنستعرض فيها وبنرشح للقراءة أحد الكتب اللي ممكن يساهم بمعلومة نكون ما نعرفش عنها حاجة وممكن أيضا يساهم بمتعة للباحثين عن المتعة في خير رفيق في الزمان وهو الكتاب الكتاب اللي بنرشحه لحضراتكو النهاردة هو كتاب ممتع على أكتر من مستوى على المستوى السياسي وعلى المستوى التاريخي وعلى المستوى الإنساني أيضا الكتاب بعنوان رحلة إلى ضفاف النيل المقدسة وفي عنوان فرعي الروس في مصر لمؤلفه فلاديمير بلياكوف وترجمة أنور محمد إبراهيم خلينا أقول لكم في البداية أن في عبارات كده الواحد بيرددها دايما في نشرات الأخبار أنه عمق العلاقات التاريخية بين البلدين يمكن بنقولها بشكل كليشي أو جملة كده محفوظة ما بنفكرش فيه أبعدها الحقيقية لكن الكتاب ده خير مثال على المعنى الحقيقي للجملة دي العلاقات التاريخية بين البلدين العلاقات بيننا وبين روسيا أو بين المصريين وبين الروس الكتاب ده بيرصدها على أكتر بالمستوى عبر التاريخ مش التاريخ اللي احنا حافظينه وعارفينه ومميزينه في فترة الاشتراكية وبعد ثورة 23 يوليو لا الكتاب ده بيرجع بينا لأزمنا أبعد من كده بكتير وقبل كده بكتير الكتاب 350 صفحة والكتاب بيعني وبيركز إلى جانب الجوانب الاجتماعية والجوانب السياسية والدينية على الجانب الإنساني لأنه التركيز على العلاقات الإنسانية طبعا تعتبر أقدم السبل وأكثرها ثباتا في تعارف الشعوب وفي التبادل الثقافي والحضاري فيما بينها لأنه على هذه العلاقات الإنسانية بترتكز كل العلاقات الأخرى السياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها نبدأ مختصر عن مؤلف الكتاب زي ما ذكرت اسمه فلاديمير بلياكوف البالغ من العمر 66 سنة هو ما زال على قيد الحياة وهو الآن كبير الباحثين بمعهد الدراسات الشرقية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية يمكن أن نصف بأنه مصري الهوى يجيد اللغة العربية إيجادة تامة خبير بالحياة الاجتماعية والثقافية المصرية عمل في مصر لمدة 15 سنة كمراسل لصحيفتي برافدا وترود وأصدر إلى الآن مجموعة من الأعمال المهمة وكلها عن تاريخ مصر من ضمنها مثلا مصر طولا وعرضا كنوز سيناء القاهرة تاريخ مدينة مصر الروسية والكتاب اللي مع حضراتكم النهاردة أو اللي احنا بنستعرضه مع حضراتكم النهاردة أما عن مترجم الكتاب دكتور أنور إبراهيم هو حاصل على الدكتوراه في اللغة والأدب من جامعة موسكو ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الأسبق بوزارة الثقافة والحاصل على وسام الشرف من روسيا للتحادية تقديرا لجهوده في دعم العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا للتحادية ترجم عن الروسية مجموعة كبيرة من الكتب اللي سدت نقص كبير في المكتبة العربية من بينها تطور الفكر الاجتماعي العربي العربية السعودية والغرب مصرح الفنان في روسيا وألمانيا ومذكرات زوجة ديستويفسكي دكتور أنور إبراهيم من أهم المترجمين الحقيقة اللي بينقلوا عن الروسية من الروسية إلى العربية ويجيدها إيجادة تامة وهو معانا على الهوى النهاردة في كتب خانة عبر الهاتف للحديث عن ترجمته المميزة لرحلة إلى ضفاف النيل المقدسة صبع الخير دكتور أنور صبع الخير دكتور أهلا بحضرتك كتاب مميز ومهم لأنه فعلا بيستعرض أكتر من مستوى لعمق العلاقات إذا استخدمنا نفس الكليشي المصرية الروسية لكن خليني أسألك بالتحديد ونبتدي بسؤال تمهيدي كيف أو لماذا تأثر الروس بمصر من البداية يعني إيه أول ملامح التأثر بالأرض المصرية والثقافة المصرية وبترصدها من تاريخ مبكر شوية عن المتاح لنا في العلاقات المصرية الروسية بالضبطية الحقيقة يعني زي ما ذكرت حضرتك أهم ما يميز العلاقات المصرية الروسية منذ بدايتها كان هو العلاقات الإنسانية يعني استبعت العلاقات الإنسانية العلاقات الدبلوماسية الرسمية بعدة قرون فأول زيارات من الروس إلى مصر كانت تقريبا في القرن الحادي عشر يعني أول عشر والحادي عشر باعتبار أن روسيا اعتنقت المسيحية سنة 989 ميلادية بعد فترة من تمكنها أو فهم الناس لهذه الديانة فكر الشعب والجمهور العادي في زيارة المقدسات في فلسطين والقيام بمراسم الحج إلى هناك ونظرا إلى أن القديسة كاترين أو زي ما بنقول سنت كاترين لها وضعية خاصة في نفوس الروس الأرثوزوكس كان السفر من فلسطين إلى سيناء وزيارة المقدسات اللي فيها وخاصة جبل موسى وعيوم موسى والمناطق المتعلقة بالأماكن الموجودة ومذكورة في الكتاب المقدس يعني أول أول تعثرهم بنا أو أول مجيئهم إلى مصر كان لأسباب دينية بحتة لزيارة الأماكن ذات الطابع الديني في منطقة سيناء بالضبط كده وحتى أنهما القياصرة الروس أولوا اهتمام كبير جدا لسنت كاترين وكانوا يرسلوا كثير من الهدايا إلى هذا الدير ممثلة في الأيقونات ويعني الوسائل التعبد وإلى آخر يعني وكان هناك علاقات شديبة جدا بينهم وبين القائمين على إدارة هذا الدير ومدوهم أحياناً لنقود إلى آخرية تمام فضل الخطوة الثانية هي أنه هما الروس الحجيج تذكر أنه هو ينزل إلى ودي الميل فكانت أول زيارات للروس إلى مناطق القاهرة والجيزة والمفاجأة الكبرى في مشاهدتهم للأثار المصرية العظيمة اللي بهرتهم بشدة وعند عوداتهم إلى روسيا كان الحديث بينهم وبين أصدقائهم وأعلوم لا ينقطع عن هذه العثار المبهرة عليهم وبالتالي بدأت بالفعل الاستياحة بشكل مختلف